معانا بقى بمناسبة المباريات معانا قايمة النادي الاهلي ان اعلن عليكم لمباراة برامتز بكرة القايمة جاءت كالتالي محمد الشناوي محمود متولي رامي ربيعة ياسر ابراهيم وحسام حسن ومحمد شريف وليد سليمان وبدر بنون وقاليو ديانج عمر السلية صلاح محسن افشا محمود وحيد وعلي معلول طاهر محمد طاهر كريم فؤاد وهاني مصطفى شبير وحمزة علاء كوكا ومحمد اشرف وزياد طارق دي كانت قايمة النادي الاهلي طبعا بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي غدا في مباراة برامتز ولكن يعني واحنا بنعلن القايمة عندنا خبر يعني ما اعتقدش نوع يكون خبر سعيد لجمهير النادي الاهلي لان في فترة الاصابات لما بيصاب لعب في الوقت الحالي انت بتفقد كمان مع نجوم فقدناهم شايفين حمد فتحي برق القايمة ايمن اشرف حسين الشحات احمد عبدالقادر والنهاردة كمان اصابة بيرستا والدكتور احمد ابو عبلة اعلن ان الاصابة بمزء في العضل الامية وتحتاج مدة حوالي شهر موضوع طبعا صعب جدا واصابات النادي الاهلي صعبة جدا ولكن نتمنى التوفيق للنادي الاهلي حاب تقول اي حاجة قبل ما نطلع الفاصل قبل ما نطلع الفاصل اكيد حابي بقول ان محمد شريف نقول حاجة ايجابية يعني ما تبقاش الدنيا صعبة اوي كده حمد شريف خاد لعب الجولة جماعة في الدوري الاسبوع اللي فات انا عايز بس اتكلم رسالة كده تخص محمد شريف سريعا عشان الناس توقف عندها وتفكر فيها كويس اوي حمد شريف الفريق حاليا فيه مش افضل مستوياته افضل نتائجه ويمكن بنمر في فترة صعبة محمد شريف لعب بيسجلك في الزمالك الدور الاول بيسجل في الزمالك الدور التاني لعب سجل في مباراة بيرامتز لعب في مباراة البنك الاهلي كان صعب هدف الفوز في مباراة في يوتشار كنت ممكن تقرج خسران لولا الهدف اللي هو سجله هدف التقدم للنادي الاهلي يبقى اذا انت عندك محمد شريف ببساطة شديدة جدا هو لاعب في الوقت اللي النادي الاهلي بيعاني فيه او بعض اللاعبين مش في مستواهم هو لاعب محافظ على مستواه ده لاعب لازم نديله كريدت لازم نقول ان هو حتى هدف النادي الاهلي في افريقيا لازم نحافظ عليه لاخر لحظة لان محمد شريف من لعبة اللي تمنى كتير جدا من لعبة الاهلي في الفترة دي يحاولوا يجيبوا مستواهم ويحاولوا حتى لو هم مش في افضل حالاتهم يكون لهم تأثير ايجابي زي محمد شريف